ما الذي تريده ميليشيا الحوثي من تصعيدها المستمر على الجوف؟ تقول المعارك الدائرة في جبكات المحافظة والتي تدخل أسبوعها الرابع من اشتداد المواجهات بين الجيش الوطني مسنودا برجال القبائل وبين ميليشيا الحوثي إن هذه الأخيرة تحاول محمولة بنشوة انتصارها المزعوم في نهم تحقيق انتصار مماثل لك في الجوف تدفع ميليشيا الحوثي من خلال هجمات متكررة بالعشرات من عناصرها إلى خطوط التماس بغية إحراز تقدم ملموس على الأرض غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق تؤكد الوقائع في مسرح العمليات العسكرية بالجوف خسارة جماعة الحوثيين للعشرات من عناصرها في جبكات القتال بالمحافظة خلال الأيام والأسابيع الماضية بعض المحاور السمر المعركة خلال أربعة وثن ساعة وبعضها تسع ساعات ولكنهم منيوا بالفشل وليمتدم شبران واحدا لا في الغيل ولا في المصلوب ولا في العقبة ولا في حام منذ يومين على الأقل تخوذ قوات الجيش الوطني معارك عنيفة متواصلة مع ميليشيا الحوثي على طول السلسلة الجبلية الممتدة من جبال الساقية غرب مديرية الغيل وحتى جبال المقاطع والمحزمات المطلة على مدينة براقش ومجزر التابعة لمأرب تحاول الميليشيا السيطرة على هذه الجبال الاستراتيجية المحاذية لجبال يام الواقعة في ميمنة نهم فيما تقول المنطقة العسكرية السادسة إن قواتها ثابتة في مواقعها على امتداد الجبالات وإنها لن تسمح بتقدم الميليشيا من الجوف مشيرة إلى تكبد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة على وقع ضربات الجيش المسنود بطائرات التحالف والتي تستهدف بشكل مستمر مواقع وآليات عسكرية وتعزيزات تابعة للميليشيا في جبهات المحافظة صمود الأبطال في كل الجبهات هم التي منعت هؤلاء الميليشيات أن تتقدم شبر واحد ونحن لهم في المرصاد بإذن الله سبحانه وتعالى هم طبعا خسائرهم يوميا بالعشرات إذا لم لقم بالمئات على صفيح ساخن تبدو الجوف بعد قرابة شهر من اشتداد المعارك في هذه المحافظة الصحراوية المحاذية للمملكة السعودية بانتظار ما سيترتب على المواجهات والتصعيد العسكري الأخير وما ستقرره الحرب وحسب فيما تبدو التوقعات عاجزة عن رسم ملامح القادم أو الإجابة عن سؤال ما الذي تريده ميليشيا الحوثي من تصعيدها في الجوف على الجرادي قناة بلقيز الجوف